بعد الجون الرائع اللي سجله جلاس اناوي لعب نادي المصري البورسعيدي اللعب الجزائري المميز كابتن علي مهر ما كانش قدامه غير انه وقل له يا ابن اللعيبة هدف رائع هدف مرادوني واحد من اجمل الاهداف يمكن فيه تاريخ الدوري المصري جلاس اناوي لعب مميز جدا استلم الكرة من فخر الدين بن يوسف راوخ وسط خمس لعيبة رأس الاولاني ورأس كلوشا وضع الكرة بكل مهارة على يسار حارس نادي امبي علشان يسجل هدف التقدم للمصري البورسعيدي في المباراة اللي انتهت في اللحظات الاخيرة بفوز مهم جدا للمصري البورسعيدي على نادي امبي بي ثنائية مقابل هدف طبعا نادي امبي استطاع ان هو يتعادل بعد كده بهدف له احمد امين اوفا خطأ معتاد من لعيبة النادي المصري اخطاء دفاعية سازجة جدا حسن علي بيسترم الكرة بطريقة غريبة جدا حط الكرة انفراض لأوفا لأ نفسه قدام محمود جاد حارس مرمى النادي المصري ما لقاش اي صعوبة ان هو يسجل هدف التعادل المباراة كانت ممكن تضيع من المصري البورسعيدي لكن ميدو جابر استطاع في الخمس دقائق الاخيرة ان هو من ضربة روكنية لعبها لعب النادي المصري البورسعيدي المميز اللعب التونسي الياس خدها عمر موسى براسو واستطاع ميدو جابر ان هو يدعى شباك مرمى امبي علشان يفوز النادي المصري البورسعيدي بثلاث نقاط مهمة جدا رفعت رصيده من النقاط لاثناشر نقطة بعد هزمتين متتاليتين قبل فترة التوقف الدولي خوز مهم جدا 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 للمصري البورسعيدي استعادة للثقة استعادة للمعنويات بتاعة الجهاز الفني واللعبين بعد فترة من الهزة وبعد ازمة ملهاش لازمة من مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي عملها مع الجماهير وعملت اثار جانبية بالتأكيد كانت متوقعة عدم ثقة من الجماهير عدم ثقة من الجهاز الفني في مروان حمدي مشكلة ما بين مش مشكلة لكن تباين في المواقف ما بين الجهاز الفني وما بين مجلس ادارة المصري البورسعيدي الجهاز الفني المصري بيرى ان مروان حمدي لازم يستمر والمجلس بتاع المصري البورسعيدي تحسه كده بالنرين يستمر لان المبلغ المدفوعة فيه كبير ولا يرحل علشان الخطأ اللي لا يختفر اللي عمله مع جماهير المصري البورسعيدي لكن الحمد لله المصري النهاردة عمل مباراة مش بطالة الاداء مش افضل حاجة لسه المصري البورسعيدي وكابتن علي مهر عندهم افضل من كده بكتير الامكانيات الفردية داخل ارض الملعب واضح جدا ان هي افضل بمراحل للعيبة المصري البورسعيدي وده اللي بيترجم داخل ارض الملعب وده ميزة على فكرة لاي فريق ان يبقى عندك الامكانيات الفردية اعلى من المنافس ممكن يكون الاداء سيء من الفريقين لكن بفضل الامكانيات الفردية لاحد اللاعبين اللي عندك تتقدم وده ميزة ممكن ما تكونش عند الفريق الاخر وده اللي عمله المصري البورسعيدي النهاردة اللي رغم ان المباراة كانت متبينة في احداثها استطاع ان هو يختف الهدف الاولاني بمهارة فائقة جدا من واحد من اللاعبين المهوبين اللي مننتظر منهم المزيد في الدوري المصري في الفترة المقبلة بصراحة المصري البورسعيدي محظوظ بيلعبي العرب المحترفين اللي موجودين في صفوفه اللي بيبرزوا كل ما لوقتي بعدي المزيد من الامكانيات في المصري البورسعيدي مطلوب من الكابتن علي ماهر المزيد الفترة القادمة لتحسين الشكل بتاع اللاعبين انا لسه مش شايف الشكل الطبيعي بتاع المصري البورسعيدي مش شايف الاداء بتاع المصري البورسعيدي مع كابتن علي ماهر في فترته الاولى وفترته مع نادي فيوتشر المصري برسعيدي لسه حاسس انه هو في بعض العشوائية في ادائه مفيش شكل باين للفريق بالتأكيد المصري كان مستحوز اكتر النهاردة لكن برضو نادي امبي كان خطر جدا على مرمى محمود جاد وكان ممكن في اي لحظة من اللحظات انه هو يختف الهدف التاني ويفوز بالمباراة لو لا ان التوفيق كان مع المصري البرسعيدي الحمد لله في هذه المباراة طبعا الهزيمة دي اوقفت رصيد نادي امبي عند عشر نقاط هزيمة له نادي امبي لكن المهم ان هو كان في بوز في غاية الاهمية للمصري البرسعيدي قبل مباراة نادي الزمالك القادمة القوية بازن الله كان في مباراة اخرى النهاردة ايضا نادي بلدية المحلة تعادل مع نادي الدخلية صفر صفر طبعا الدخلية رفع رصيده من النقاط لي خمس نقاط ويتجاوز الرصيد بتاع النادي الاسماعيلي اللي عنده اربع نقاط بلدية المحلة وصل لي النقطة التسع اعتقد ان هو تعادل في مصلحة نادي الدخلية لان بلدية المحلة بدأ الدوري بشكل افضل من رأى الدخلية تهز كابتن نميم عبد الرازق رحل وبالتالي اعتقد ان هو تعادل هام ونقطة مهمة لفريق الدخلية يقدر يبني عليها بعد كده طبعا بالامس الالتحاد السكنداري تعادل مع فريق زد تعادل سلبي وان شاء الله باقي الاسبوع نشوف مباريات كويسة من فرقنا الجمارية اللي افتتح النادي الزمالك بالتأكيد بفوز مهم على مودرن فيوتشر بي ثنائية تم الاعلان رسميا عن ربطة جديدة ربطة الاندية الافريقية الربطة مكونة من 80 نادي الربطة دي هتبقى متخصصة بقى في البطولات الجديدة لالاندية الافريقية اللي ممكن تشارك فيها ازاي ينظموا فرص افضل فرص استثمارية افضل لالاندية الافريقية وما شابه الربطة تم اختيار فيها ستة اندية مصرية الاهلي الزمالك الاسماعيلي المصري بيرامدز وي نادي فيوتشر حضر الاجتماع التأسيسي لالربطة ممثل لاندية الاهلي والاسماعيلي باقي الاندية المصرية محضرش حد مش عارف ليه طبعا قبل ما اتكلم عن هذه الربطة كنت اتمنى واتوقع ان الاتحاد السكنداري يبقى موجود في هذه الربطة الاتحاد السكنداري تاريخ كبير جدا ولو هتختار بيرامدز وفيوتشر علشان تاريخهم في اخر كام سنة طب من باب اولى تختار المقولين العرب لو بنتكلم كده فكان من المؤكد او من المستحب وجود الاتحاد السكنداري في هذه الربطة لكن هذا ما حصل مسؤول عن النادي الاسماعيلي بيتحدث وبيقول ان كل نادي مشارك في هذه الربطة هيتم ارسال خمسين الف دولار له كمساهمة من الاتحاد الافريقي في تحسين البنية الاستثمارية والبنية المادية لهذه الاندية تم اختيار رئيس لهذه الربطة هو رئيس نادي يانج افريكانس طبعا مسؤول النادي الاسماعيلي بيقول بالتأكيد كنت اتمنى واتوقع ان يبقى رئيس هذه الربطة هو رئيس النادي الاهلي او ممثل له النادي الاهلي بصفة اكبر الاندية الافريقية بخصوص مشكلة اتقيد المسؤول بتاع النادي الاسماعيلي بيتحدث وبيقول ان احنا بنسعى لي حلها بكل الطرق الموضوع مش سهل لكن باذن الله القادم افضل بيقول ان مجلس الادارة ملوش اي دخل بعمل الجهاز الفني في وجود لجنة فنية وده امر مستحب جدا لكن اللي مش مستحب هو عدم حل ازمة اتقيد حتى هذه اللحظة النادي الاسماعيلي اربع نقاط بعد مرور سبع مباريات الجهاز الفني واللاعبين بيحاولوا بيشطى الطرق وده اللي واصل لي جماهير النادي الاسماعيلي علشان كده فيه هدوء في ردة الفعل لكن لازم فيه فتح للقيض عشان بالتأكيد كابتن اهاب جلال بحاجة ليه دعم ليه صفوف النادي الاسماعيلي اللي بيعاني من قلة الخبرات في العديد من المراكز والوضع مش سهل هذا الموسم الاندية قوية جدا في بطولة الدوري المصري طبعا يوء نور نفع تماما وكليا وجود اي حساب له على السوشيال ميديا بعد الكلام اللي تقال انه هو موجه بعض الانتقاضات للتحكيم بعد مباراة النادي الاسماعيلي امام نادي بيرامز الاخيرة كان فيه بوست كده انتشر ليه يوء نور بيقول لربطة الاندية ارجوكوا ادفعوا فلوس الحكام مباشرة لانهما بياخدوا فلوسهم مباشرة قبل بداية المباريات يعني تلميح كده ملوش لازمة لكن بعد ما سمعنا ان ربطة الحكام او لجنة الحكام هتتحرك ويبقى فيه عقوبات على يوء نور طلع نفي رسمي من اللعب انه هو لا يملك اي حسابات على السوشيال ميديا واعتقد كده الموضوع انتهى لان ما فيش ما يثبت ان ده الحساب بتاع اللعب بالتأكيد لو كان اللعب قال كده مش يعني امر مستحب لكن في النهاية اللعب قال ان ده مش حساب السوشيال ميديا بتاعي باذن الله القادم افضل ليه النادي الاسماعيلي اللي بيستعد فيه الجولة القادمة المتلات القادم لمواجهة البنك الاهلي مباراة مهمة جدا ومصرية قائد دفاع النادي الاهلي محمد عبد المنعم اللي بيستعد مع فريقه لمواجهة يانجا افريكانز القادمة في دوري ابطال افريقيا طلع من تدريب النادي الاهلي بعد التحام وهو بيبكي محمد عبد المنعم اهم مدافع فيه الكرة المصرية حاليا زي ما هو واضح للجميع واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين فيه النادي الاهلي الجهاز الطبي بيقول ان شكوى اللاعب فيه انكل القدم لسه يبقى فيه فحوصات الفترة القادمة او فيه الساعات القليلة القادمة وهنقدر بالزبط نقول ايه الاصابة اللي بيعاني منها واحد من اهم وافضل اللاعبين فيه الكرة المصرية في رأي الشخصي بشكل مطلق محمد عبد المنعم قائد دفاع النادي الاهلي الامور داخل النادي الاهلي مش عجباني مش حاسس ان مرسيل كولر السنة دي شغال بنفس الحمية ونفس الحماس بتاع السنة اللي فاتت مش عارف ليه بصراحة لكن لازم يبقى فيه حسب من الجهاز الفني مع اللاعبين في هذا الامر ولازم يبقى فيه تدخل صحي من ادارة النادي الاهلي مش مجرد جلسات مع مرسيل كولر وتهديده لان الامور دي مش بتيجي بنتيجة كويسة مع المديرين الفنيين الاجانب اللهم بالاخت اللهم فشل بتوفيق بإذن الله ليه انديتنا الجماهرية فيما هو قادم يارب انصر اهلينا في فلسطين ادعو لهم يا جماعة وكثفوا الدعاء لو قوموا مرة تشوفني مش هواسيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو وانتابع كل اخبار الكورة لحظة بلحظة كورة محلية كورة عربية كورة عالمية اشوفك على خير بإذن الله شكرا لديك وسلام عليكم على السلام